العسكرية التي يعطيها هذا الموقع شكرا جزيلا طبعا من أهم المواقع التي انطلقت منها القطاعات العسكرية متمثلة بالشرطة الاتحادية وكذلك فرقة الرد السريع بالجانب الجنوبي هو الوصول على مشارف مطار الموصل الدولي وكذلك على تخوم معسكر الغزلاني وأيضا معسكر التدريب البدن في الموصل هذه المناطق مناطق ستراتيجية وحيوية ومهمة ولديها أيضا بمحيطها بعض الأحياء التي من ضمن الحدود البلدية إلى مركز مدينة الموصل مثل الجوسق والدندان وكذلك الميدان هذه المناطق مطلة وتضم مباني أيضا مجاورة لها المبنى الحكومي لمجلس المحافظة وكذلك مبنى التربية الرياضية وأيضا مباني حكومية أخرى لها دلالات معلومة وكذلك تكون مشرفة على مركز المدينة وتقدم الإسناد والدعم إلى الشرطة الاتحادية وانطلقت العمليات منذ فجر اليوم هذا سوف يعزز هذه الجبهة تكون هناك ضغط على عناصر التنظيم من الجبهة الجنوبية والجنوبية الغربية وهنا من الممكن أن نحصل على مركزين مهمين في آن واحد تلعفر ولكن ما هي الصعوبات سيد جاسم حنون حتى نأخذ العملية بشكل تفصيلي مسألة معسكن الغزلاني هي منطقة جبلية إذا لم أكن مخطأ في ذلك وأيضا هي مفتوحة باتجاهات الجانبين أو التجاهين التي انطلقت منهما القوات العسكرية هي لسحب الزخم من عناصر التنظيم من مركز المدينة لأنه تمركز في الأحياء الملاصقة إلى ضفة نهر دجلة من الساحل الغربي وهذه المعلومة لدى الجميع أن هناك تحديات على المستوى ضيق الأزقة والأحياء وكذلك الكثافة السكانية هذه المناطق تكون سهلة على القطاعات العسكرية لكن بحد ذاتها سوف لن يكون هناك تراجع من داعش بشكل سريع لأنها تعد مركز للقيادة والسيطرة والممرات الآمنة لوصول التعزيزات العسكرية إليه إلى مركز المدينة أنا باعتقادي انطلاق هاتين العمليتين اللي هم ضرورة ضرورة الأولى من الجانب الجنوب من تحرير معسكر الغزلاني وكذلك مطال الموصل أولا لوجود قاعدة عسكرية تتمركز في تلك الأماكن حتى تبدأ بالهجوم على مركز المدينة والجانب الآخر هو لنصب مخيمات وفتح ممرات آمنة إلى النازحين في حالة نزوح أهم من الأحياء المتاخمة إليها قضية تلاحفر تلاحفر تعد الرئة إلى المركز المدينة لأنها تمول المركز بمقاتلين وكذلك معدات وفيها مخازن كبيرة إلى السلاح والذخيرة قد يعتمد عليها التنظيم في حالة وصول قطاعات العسكرية إلى مركز المدينة أنا باعتقاد لا تقل أهمية وتسير الأمور وفق ما مرسوم لها وهي خطة ذكية من أجل سحب الزخم الحاصل في مركز المدينة وكذلك القضاء عليه لأن في الأراضي المكشوفة يكون المعركة سهلة على القطاعات العسكرية لأنها سوف تشترك معها جهد الجوي ومدفعية الميدان وكذلك الأسلحة غير مباشرة والأسلحة المتوسطة هذا يعطيها فرصة ومساحة أكبر لكن في المدن سوف نقوم فقط بالعمليات الراجلة وعمليات حرب المدن وهذه المهمة سوف توكل إلى جهاز مكافحة الإرهاب متحدثا لنا من العاصمة العراقية بغداد في الشأن السوري الآن وفيها أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تقدم في محيط مدينة دار الزور في إطار الجهود الرامية لقطع الإمدادات عن تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية